اشتركوا في القناة وشرح صدورنا بسعادة الإيمان أسعد الله حياتكم وألبسكم ثوب الصحة والسعادة ودوام العافية جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 18 تشرين الثاني القمر طبعا اليوم موجود في برج العذراء هو الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و32 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما أنه موجود في برج العذراء معناته منعود الآن لطبيعتنا الجادة ننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر أن الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادة سيئة كالتدخين شرب الكحول بوسع نقتناع حيوان أليف أيضا ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا بالبداية أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي حكينا أن تأثيراتها لغاية يوم 25-11 ثروتها يوم 21-11 هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة في شتى المجالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين المشتري وهي اليوم آخر يوم لتأثيراتها وعادة عند حدوث هذا الاتصال منتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كما أنه هاي الفترة ممتازة جدا للاتصالات وبيزيد فيها برضو احتمالية السفر للبعض أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون واليوم برضو هاي آخر يوم لإلعا هاي زاوية بتعزز الخيال للخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد من قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي تأثيراتها لغاية يوم 28-11 هاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين المريخ وبين نبتون وحكينا أنه هاي يعني تأثيراتها راح تستمر لغاية يوم 26-11 ذروتها يوم 19-11 هاي زاوية بتخلينا هيك شوي نشعر بالتشتت وعدم التركيز تزداد حالات التسمم الغذائي برضو ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوي لأنهم ممكن يتناولوا أدوي بطريقة خاطئة وبدل على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصحة والصناعة أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم ذروتها طبعا عندنا أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها من منتصف الليل لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي تأثيراتها الساعة 9 و 11 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش يعني بمعنى آخر تبدأ تأثيراتها من ساعات ما بعد الظهر وبتستمر لصباح اليوم التالي أي لصباح يوم السبت هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وبرضو هاي ما في فرق بالوقت ما بينها وبين الزاوية اللي قبلها اللي هي مع نبتون فعشان هيك هاي برضو تأثيراتها من ساعات ما بعد الظهر ولغاية صباح يوم السبت هاي زاوية بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي زاوية طبعا ذروتها اليوم هي رح تستمر بتأثيراتها لغاية يوم 22-11 ذروتها الساعة 9.37 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وإدراكها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا البنكرياس الى معاية الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الـ 12 المستقيم أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين هاي الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ما لازم إننا نبدر بأي عمليات جراحية إلا هاي الأعضاء إلا إذا كانت عمليات اضطرارية ما في مجال لتأجيلها ولكن إن أجريت عمليات لإلها فما في خطر كبير عليها يوصى بإجراء العمليات الجراحية لأي أعضاء أخرى هذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج العدرة معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 19-11 ها خلو المسار رح يبدأ الساعة 48.46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 10-57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها للميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة 11-22 دقيقة مساء بصير عمره 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 100% القمر في العذراء حتى يوم 19-11 هو الآن سعيدة بنسبة 45% في ساعات منتصف الليل اللي هي الليلة هاي الخميسة على الجمعة بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 10% في ساعات الظاهرة بترتفع نسبة النحوس إلى 40% وبتكمل طيلة اليوم على نفس النسبة عطارد في القوس حتى يوم 16-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% برانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بدكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكوا تنتبهوا لغذائكم وراحتكم لأنه القمر موجود في بيت الصحة وأيضا بيت العمل فعشان هيك اليوم ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك بشكل جيد حاول أنك ما تهمل الواجبات حاذر التبذير واليوم ممكن بعض موليد برج الحمل يعالجوا مسائل مالية أو يجدوا حلول لفواتير أو للفواتير المتوجبة عليهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين بأنه عندكم القدرة والطاقة للمثابرة والجد وأيضا للنجاح وما تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجازات فعشان هيك اليوم بدك الثابر في كل الاتجاهات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وممكن اليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن بتكونوا تهدؤوا من روعكم وتوقفوا عن التفكير قليلا ممكن تقلقوا بشأن أحد أفراد العائلة أهمش إنكم ما تختلقوا المشاكل وما تخالفوا الرأي العام وحاولوا أنكم ما تناقشوا بجفاء بل بلويون تامة التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة أو أغلب رح يكون في هذا المجال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل تعتبر فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم إشي حاول أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب تفضي شوي أو عنيف شوي أثناء الحوار وابتعد عن التحديات قدر الإمكان برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بيحملكوا فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية وممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بوضع مالي أهم شيء ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقدين قبل التوقيع على العقود أو الالتزامات وحاولوا أنك تحددوا أهدافكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم ممكن تحسموا أموركم وتقرروا على شيء جديد بتفرحوا لانفراج أو لتسوي أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين لإلك بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وممكن تنهي مفاوضات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوامة من الاكتئاب أو الكآبة أو الإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص بسبب وجود القمر في بيت المتاعب فعشان هيك بتكتب تعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتضة ابحثوا عن الهدوء والسكينة ما تقرروا على شيء وحاولوا أنك تعملوا أعمالكم بشكل روتيني برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشارقوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك الفرصة اليوم لغربلت ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح واهتمام أكبر ولكن برضو في نفس اللحظة حاول أنك ما تنتقد أصدقائك وما تكون جارح بالكلام برج القوس بو اليوم يعتبر مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا في الدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة وممكن اليوم تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم فحاول أنك تكون عند حسن الظن تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية لأن القمر يعني بيعمل زاوية تربيع ويعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك ما فيه داعي للمجازفات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن اليوم تقوموا بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أمركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي يعني بشكل لعلاقة بالشراكات مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات المتصاعدة وبتقدر اليوم تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسألة مالية وهموم صحية أو عائلية باستطاعتك بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل أهمش أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت يعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أهم شيء أنه اليوم يعني يعتبر يوم جيد لا إتمام خطوبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن بدك تحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل ولأي كان ممكن اليوم توجه خصم شرس أو تشتد المنافسة بينكم أهم شيء أنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير مدان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء